هو فوز مفاجئ وانتصار مذهل حققه رجل أعمال شهير وسياسي مبتدئ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتصار أنهى به الجمهوري دونالد ترامب ثماني سنوات من الهيمنة الديمقراطية على البيت الأبيض متغلبان على سلسلة من العقبات في طريقه إلى سدة الرئاسة من حرب إعلامية ونفسية إلى اتهامات وانتقادات سلوكية نصر مذهل لسياسي جاء من خارج السياق المعتاد دونالد ترامب رجل أعمال شهير لم يكن عسكريا ولا سجل سياسيا واضح له حتى داخل حزبه لكنه نجح في الوصول للبيت الأبيض ليكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لقد تلقيت للتو اتصالا من السيناتور كلينتون ولقد هنأتنا نحن جميعا بنصرنا وأنا قمت بتهنئتها هي وعائلتها على حملتها الضخمة التي قامت بها وعلى جهودها التي بذلتها في خدمة بلدنا ترامب وصل إلى حلمه مستفيدا من مخاوف الناخبين الاقتصادية ومستغلا لملف المهاجرين وتغلب في طريقه لسدة الرئاسة على سلسلة من الاتهامات العنصرية وأخرى بالتحرش الجنسي وقهر سياسية مخضرمة بوزن هيلاري كلينتون فوز ترامب ينهي هيمنة الديمقراطيين على البيت الأبيض ويعزز من قبضة الجمهوريين على الكونغرس وضع يتيح لترامب وحزبه تقويض ما أنجزه الرئيس باراك أوباما بإلغاء قانون الرعاية الصحية وإعادة صياغة اتفاقات اقتصادية وتجميد الاتفاق النووي المثير للجدل مع إيران ترامب متناقض فقد قال إنه سيمزق الاتفاق النووي مع إيران لكنه من جهة أخرى قال إنه سيشكل تحالفا كبيرا مع أكبر داعم لإيران حالة ترقب تخيم على البيت الأبيض الذي عجت ساحاته بالغاضبين على مستقبل لم تتضح لهم معالمه بعد فالرئيس الجديد سيرث دولة تشهد انقساما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اختراق المرشح الجمهوري لمعاقل الديمقراطيين في عدة ولايات وحالة الترقب في أسواق المال الأمريكية تعكس قلق المواطني والمستثمر بشأن ما قد يعنيه فوز ترامب للسياسة والاقتصاد دونالد ترامب رجل المالي والأعمال الثريسة يجلس على المكتب البيضوي معترفا بفقره السياسي ومعولا على مستشاريه في قيادة الولايات المتحدة وما يعنيه ذلك من تداعيات محتملة في الداخل والخارج جعفر الزعب سكاينيوز عربية واشنطن ويمثل تنصيب الرئيس تقليدا فريدا في الولايات المتحدة حيث يجسد الانتقال السلمي للسلطة في البلاد خطوات تسلم دونالد ترامب منصبه بشكل رسمي نتابعها الآن مع شونتال عملية التسلم والتسليم معقدة وخاصة عندما يكون الانتقال من إدارة ديمقراطية إلى إدارة جمهورية أو بالعكس كان قد أعلن اليوم الرئيس أوباما أنه طلب من ترامب زيارته في البيت الأبيض غدا ذلك لإتمام هذه العملية الانتقالية لكن إلى جانب كل ذلك مهند بالفعل هي عملية فريدة من نوعها في الولايات المتحدة وكما تحدث يعني يجسد تنصيب الرئيس تقليدا كما أسلفنا في الولايات المتحدة وتدعم أيضا المؤسسات الحكومية الأمريكية بشدة هذه التقاليد والأعراف السياسية لهذه العملية بطبيعة الحال يشارك في التنصيب الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتشزيد الانتقال السلمي للسلطة في البلاد إذن ما الذي ينتظر ترامب بالتحديد حتى يتسلم هذا المنصب بشكل رسمي وينتقل إلى البيت الأبيض يعني بعد الإعلان مشاهدين عن فوز الرئيس الخامس والأربعين هنا للولايات المتحدة سيقوم ما يعرف بالمجمع الانتخابي المسؤول عن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة في التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل بالتصويت رسميا لانتخاب ترامب رئيسا عليها يقوم الكونغرس وهنا في السادس من شهر يناير العام القادم 2017 بإقرار نتيجة التصويت وسيتولى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في العشرين من يناير 2017 مهام عمله بعد مراسب التنصيب مباشرة وكما ذكرنا مشاهدين تجسد هذه المراسم تقليدا فريدا من بين دول العالم حيث شارك فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي لدعم الانتقال السلمي للسلطة بالإضافة إلى السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ونذكر هنا أن الحزبين السياسيين الرئيسيين يشتركان في الكونغرس في التخطيط حتى لهذا الحدث ويلي ذلك مرحلة أداء القسم للرئيس الأمريكي أمام رئيس المحكمة العليا الأمريكية في مبنى الكونغرس ما الذي سيقول ترامب في القسم هو القسم نفسه أقسم أو أؤكد أنني سأنفذ مخلصا مهام منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وسأعمل بأقسم ما لدي من قدرة على صيانة وحماية دستور الولايات المتحدة والذود عنه ومن هنا بالفعل من هذا القسم تنطلق مسيرة ترامب السياسية التي بالفعل مهند يكتنفها الكثير الكثير من الهمود هذه المرة هذه النتيجة المفاجئة بل أتت كذلك ويجب على الكل أن يتبع قبل التنصيب شانتال هناك عملية انتقال معقدة جدا تبدأ من اليوم هناك فريق للانتقال السلس بين الإدارتين وهذا يتطلب الكثير من الجهد والكثير من العمل لسبب بسيط نحن نتحدث عن آلاف الموظفين الذين سيتأثرون بعملية التغيير هذه التي كانت نتيجة للانتخابات بالأمس وبالتالي هناك الكثير من الأمور الإدارية والبيروقراطية التي يجب إنجازها من الآن وحتى تسلم الرئيس الجديد بطبيعة الحال المهند كما سبق وذكرنا قبل بدء الحلقة ترامب بدأ مختلفا في الخطاب الذي جاء بعد اختياره رئيس كان خطاب تصالحي في لهجته إلى حد ما مع أنه مقتضب وهذا متوقع خطاب الانتصار عادة يكون بهذا الشكل بطبيعة الحال سنتحدث عن كل هذه الأمور مع ضيوفنا الليلة وفي حلقة غرفة الأخبار لهذا اليوم دعينا نرحب بضيفنا من واشنطن معنا مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي الدكتور حسني عبيدي مساء الخير دكتور حسني مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن الأثار المترتبة الأثار الأولية على الأقل المترتبة عن التنافس المحموم الذي شهدناه بالأمس ووصول شخصية جديدة لتسلم سدة الرئاسة في الولايات المتحدة ما هي برأيك التحديات والصعوبات الفورية التي تواجهها الولايات المتحدة خلال عملية الانتقال هذه من إدارة إلى إدارة أخرى أنا أعتقد قبل كل شيء أن وصول ترامب لسدة الرئاسة حالة دراسية جديدة بالتدريس في الجامعات لأن النسق مختلف والشكل مختلف وبالتالي في أن نحن أمام حالة جديدة حالة فريدة كذلك في العالم في الدول الغربية بالنسبة للتحديات أو التحديات هناك غموض حتى لدى المجتمع الأمريكي حتى لدى النخبة الأمريكية عندما تتصفح الإعلام الأمريكي وتستمع الإعلام الأمريكي هناك عدم تيقن بما هي الأولويات الأساسية التي سيبدأ منها ترامب عمله السياسي لأنه لا بد على قلب معرفة من هو الكادر السياسي الذي سيكون المحيط الأول لرئيس ترامب في صنع السياسة سواء كانت السياسات الداخلية أو السياسة الخارجية فهناك غموض أن السياسة لم تتضح بعد معالمها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن هناك تقليد أن دائما الرئيس سيكون لديه مستشارين من خلال عمله مع الحزب الجمهوري هو الذي سيكون الوعاء الأول من أجل تزويده بمستشارين وتزويده كذلك بشخصيات ستكون هي في المربع الأول مع ترامب لوضع السياسات التي سينبغي على الرئيس اتباعها خاصة في هذه المرحلة الانتقالية وهو منتظر من قبل الجميع من الداخل قبل كل شيء من الناخبين ومن الخارج لكن مما لا شك فيها أن الأوليات الداخلية ستتغلب على الأوليات الخارجية وهنا مدى مقدرة ترامب على وضع الأشخاص المناسبين من أجل ترجمت على قل بعض ما كان يقول به في الحملة الانتخابية وسيكون ذلك فعلا تحدي كبير ومن الصعب جدا الوصول إليه في الأشهر الأولى سيد حسني من هنا وحتى العشرين من يناير حتى يتسلم ترامب رسميا مهامه كيف ستبدو هذه المرحلة برأيك كنت ذكرت أن داخليا سيكون العمل أكثر بكثير من الأمور الخارجية لكن كلنا يعرف أن الحرب في سوريا مستمرة الحرب في العراق هنا نتحضر أيضا لمعركة الرقة كل هذه التطورات التي تلعب واشنطن دورا مهما جدا بها كيف ستبدو خلال هذه المرحلة بالذات يعني الرئيس ترامب تلقى دعوات أكثر من دعوة منذ البارحة من قبل بروكسل من قبل العديد من الشخصيات الأوروبية هناك تخوف لدى ما يسمى بالحلفاء التقليدين الولايات المتحدة الأمريكية ويريدون فعلا أن يستمعوا لهذا الرجل ويعرفوا كذلك ما هي أولوياته الخاصة بالسياسة الخارجية خاصة في ملف مهم الحلف الأطلسي وأوروبا وعندما نتحدث عن الحلفاء التقليدين هذا لا يعني فقط أنها قضايا أوروبية خاصة بالحلف العسكري وخاصة بالدفاع المشترك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ممون الحلف الأطلسي أكبر جيش داخل الحلف الأطلسي لكن لأن الحلف الأطلسي لديه مسؤوليات ومهام كبيرة في المتوسط بما فيها القضية السورية بما فيها قضايا أخرى متعلقة بقضية الشرق الأوسط لكن عادة الرئيس لا يمكن أن يقوم بتغيير جذري أو إن صح تعبيرا يقوم بثورة في السياسة الخارجية منذ البداية لأن أشرته في البداية لقضية الانتقال السلس. هناك ملفات كبرى. الملفات ليست فقط ملفات داخلية العديد من الموظفين الذين كانوا مع أوباما بعضهم أصلا نعرف إلى أين سيذهبون. يعني قاموا أصلا بعمليات توظيف أنفسهم قبل أن تصل النتيجة. هناك الملفات الأساسية. الملفات الخاصة بالقضايا الدولية هي ستكون أعتقد حساسة جدا. ترمب ليست تديها القدرة ولا المسافة الكافية ولا الوقت الكافي بأن يقوم بإدخال التغيرات منذ الآن. لأنه ليس هناك تحديات أساسية مع ربما أن يستمر فيما تم الاتفاق عليه. وبالمناسبة حتى وإن كانت كلينتون وصلت إلى سدة الرئاسة. سيكون عليها من الصعب جدا أن تغير في النسق الخارجي للرؤية المتحدة الأمريكية. كيف برأيك سيكون تعامل الحلفاء دكتور حسني مع هذا القادم الجديد إلى البيت الأبيض؟ هذه شخصية لا يعرف عنها الكثير فيما يتعلق بأسلوب عمله على الصعيد الدولي بتوجهاته. كان هناك شعارات وخطوط عامة عريضة تحدث عنها خلال الحملة. ولكن هناك الكثير من الأمور المجهولة في كيفية أسلوب عمله وتعامله مع القضايا المختلفة. هذا لا شك يشكل تحدي بالنسبة للحلفاء. وبالنسبة للخصوم على حد سواء. أليس كذلك؟ دائما أتفق معك. بعد إعلان النتائج صرح أحد مستشارين في دولة أوروبية. قال بأن أنا أشك أن يكون أصلا لترمب معرفة بما هي أولوياتها. وبما هي الملفات الأساسية التي ستطرح عليه. لأنه ربما لم يكن ينتظر هذه النتيجة. ثانيا أنه لم يهيأ أصلا نفسه ولا فريقه. باعتبار أن كانت هناك العديد من الاستقالات في بعض الشخصيات القريبة. والتي لديها على الأقل معرفة بعض القضايا الملفة الخارجية. فأعتقد ترمب سيخضع فعلا لفترة تدريبية إن صح التعبير. للاطلاع على منفات حساسة. هو والعديد من المستشارين. لكن معروف عنه أنه لا يأبه إلى حد ساعة لم يبدي خاصة في حملته الانتخابية. اهتمام كبير بقضايا أوروبا. مثلا وهي القضية التي أشرت إليها. هناك تخوف كبير. تخوف على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي. هناك تخوف من المستوى الشعبي أن يكون نجاح ترمب فعلا رسالة قوية وتشجيعية لأحزاب عديدة وكثيرة في أوروبا في النمسا. في ألمانيا. خاصة في فرنسا. ونحن مقبلون على حملة انتخابية. أن يقال في النهاية. نعم استطاع أن يفعلها ترمب. فلماذا؟ نحن. ولذلك حضوظ ساركوزي ومارين لوبان. وكذلك في النمسا. وكان لافتا بالأمس. تدعمت أكثر وساعدت جميتا. كان لافتا. ربما كانت ويعبر عن ترحيبها بفوز دونالد ترامب. فورا دقائق بعد إعلان هذه النتيجة. هل هذا أيضا مؤشر على توجه معين. ليس فقط في فرنسا. وإنما على مستوى القارة الأوروبية كلها. جدا نعم. وبالمناسبة السفير الفرنسي هنا في واشنطن. بيته كما تعلمون. هو جار لأوباما. يعني البيت الأبيض. كتب مباشرة بعد الانتخابات. كتب تغريدة. قال بأن نرى انهزام وانهزام أو تقاقر. كما قال العالم أمام أعيننا. مباشرة الرقم الثاني. نائب جوماري لوبان. رد عليه في تغريدة. وقال. بالعكس. إننا نرى أن هناك عالم جديد يبنى أمام أعيننا. وبعد ذلك محى السفير. هذه التغريدة. خوف من يكون لديها تأثير على علاقات بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم وصول ترمب لديه تأثير مباشر. أولا في طريقة الحملة الانتخابية. في الخطاب لو تمع عند. حتى للخطاب. يعني ترمب هو كذلك استفاد من بعض القضايا التي يقوم بتسويقها اليمين. اليمين الراديكالي. اليمين المتطرف في فرنسا. في النمسا. في العديد من الدول. مثلا قضية الهوية. مثلا قضية الأجانب. وقضية المهاجرين. وكذلك قضية الاتفاقيات التجارية. وهي مهمة جدا. يعني جامل لينوبان دائما تتحدث على الخروج من منظمة التجارة العالمية. أو الخروج حتى من الاتحاد الأوروبي. وترمب تقريبا قال نفس الشيء. أنه لا بد من إنهاء الاتفاقية للتبادل الحر مع دول أمريكا. أو دول الجوار. وبالتالي فأعتقد أن هناك تأثير على مستقبل أو الخارطة أصلا السياسية لأوروبا. ثم كذلك تأثير على القادة السياسية. الآن. أعتقد أن طريقة تعاملهم مع ترمب ستختلف اختلاف كبير مع أوباما. ويريدون قبل كل شيء طمأنة الولايات المتحدة على قضية الدفاع المشترك. ما قاله أحد مستشاري ترمب مخيف. قال بأن الرفاه الاقتصادي الأوروبي. ثمنه غالي بالنسبة للولايات المتحدة. وهي التصريحات معروفة لروبر كاجن. والعديد من المستشارين السابقين. جورج بوش الأبن. وبالتالي إذا أرادت أوروبا أن تنعم بهذا الرفاه وهذا الأمن والاستقرار. فإجب عليها أن تشارك ماديا كذلك في دفع فاتورة الأمن. مثل هذه التصريحات فعلا تخيف دول الاتحاد الأوروبي. وتخيف كذلك أعضاء الحلف الأطلس. شكرا لك دكتور حسني عبيدي. مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي. كان معنا من واشنطن.